اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم اتصالا هاتفيا بأخيه سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر صباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة اطمئنا جلالته خلاله على صحة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة بعد العملية الجراحية التي أجريت لسموه وتكللت بفضل من الله بالتوفيق والنجاح وتمنيا جلالة الملك المفدى لصاحب السمو أمير دولة الكويت دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وقد أعرب سمو ولي العهد بدولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المفدى على ما عبر عنه من طيب المشاعر الأخوية وصادق الدعاء متمنيا لجلالته وافر الصحة والسعادة